طيب معنا الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف المينيا أهلا نسأل بحضرتك شيخ سلامة كيانا ومرحبا بكم حضركم طيبين وحضرك طيب وبخير يا فاند منورنا ومنور البرنامج ربنا يبارك في حضرتك وراب العالمية ربنا يبارك في حضرتك طيب إحنا لازم نسأل حضرتك سؤال طبعا بما إن حضرتك وكيل وزارة أوقاف المينيا فأنا عايز أعرف إزاي أواصل صيامي بعد صيام رمضان يعني كيف أستمر على الصيام بعد انتهاء أو خلاص شهر رمضان خلص إزاي أنا حاول أخذ سواب شهر رمضان كثيام الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمسلمين بالنزل آدم حتى فقوموا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والجميعين وبعك الحقيقة بأن تهد الفرصة ونقدم اتهاني للشعب المصري كله في قيادة وشعبة ولهذا البرنامج العظيم الذي له مكانته بين برامج الإزاع والتفزيون وبقول ان احنا خرجنا من شهر رمضان وشهر الصيام وما فيه من منح ربانية وعطاءات إلهية المقترض اننا بعد ان خرجنا من هذا الشهر خرجنا على وكيرة معينة من التقى والصلاح تدفعنا لأن نزداد وأن نستمر فيه فقربنا وطاعتنا من الله عز وجل فإن كان شهر رمضان قد نضى والصيام قد انتهى فإن أرض رمضان باقن ولم يقف الصيام عند حد فريضة بل ينقل الله عز وجل الأمة من منحة إلى منحة وإن عطاء إلى عطاء فإن كان الصيام القريضة قد انتهى فقد سنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم مالا من شهنا عن صيام رمضان فقال من صامت رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صامت جهر كله وهذه عزمة أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام القريضة وهو رمضان وبين صيام التطوع وهو ست من شوال إذ يقول المولى عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر مثل فمن صام رمضان كان كأنما صام عسرة أسهر ومن صام ستة أيام كان كمن صام ستة يوما يعني شهرين إذن شهرين وعشرة أسهر كأنما صام العام كله وما ذلك إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا بحسب بل يستمر الصيام عندما يقول نبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام التي نقوم بيها بالأيام البيض اللي هي 13 و14 و15 من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن حقا على الله أن يرويه يوم الزمأ أكبر ثم سألنا صيام الاثنين والخميس وهي أيام أيضا ترفع فيها الأعمال ويبقى فيها أعمالنا على النبي صلى الله عليه وسلم ولنا أن نتقس بهذا ثم نستمر في ازداد الأمر حتى إلى العشر من الزمحية إلى آخر ما يمكن أن نتقرب به ذلك لأنه حقا كما قال نبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصح أم لكم أن تتفينوا جميعا يتفين إذا كانت العبارة صوموا تصح لك أن تتفينوا مدى الصحة التي يمكن أن تعود على الإنسان في مرأسة صحة الداخلية صحة بدنية صحة إيمانية صحة فوق كل مكان أعطي جوامع الكلم وما هي إلا النبي صلى الله عليه وسلم تمام يعني فيه زي ما حضرتك بتقول سنع كتير سنها النبي صلى الله عليه وسلم بصيام أيام كتيرة زي التلاتة منتصف الشهر العربي والاتنين والخميس وعن الرسول قال أن أفضل صيام صيام دقود كان يسوم يوما ويفتر يوما أشكرك فضيلة الشيخ سلام عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف المينيا شكرا جزيلا باتصال حضرتك أسعى تنا يا فنم شكرا كل سنة وحضرتك طيب يا فنم أشكرك